اشتركوا في القناة وقد سلمت الرسالة لجلالة الملك المفدى سعادة السفيرة سهى إبراهيم محمد سفيرة جمهورية مصر العربية لدى المملكة خلال استقبال جلالته لها في قصر الصافرية هذا اليوم وأعرب جلالته عن شكره وتقديره لأخيه فخامة الرئيس المصري على هذه الدعوة الكريمة مشيدا بالعلاقات الأخوية المتميزة والراسخة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وبالمستوى المتطور الذي وصل إليه التعاون والتنسيق المشترك على كافة المستويات وقد هنأ جلالة الملك المفدى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لانتخابه رئيسا للاتحاد الإفريقي متمنيا لفخامته كل التوفيق والسداد وأشد جلالته بالدور المحوري الذي تطلع به جمهورية مصر العربية الشقيقة بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على الصعيدين الإقليمي والعالمي وجهودها ومساعيها الخيرة في الدفاع عن مصالح الأمة العربية ونصرة قضايا شعوبها وتمنى جلالته لأعمال هذه القمة العربية الأوروبية الأولى كل النجاح والتوفيق لتحقق أهدافها في إحداث نقلة نوعية في تاريخ التعاون بين الجانبين على صعيد تطوير مجالات التنسيق الاستراتيجي وتعزيز الشراكة العربية الأوروبية بما يسهم في التصدي للتحديات وتحقيق التطلعات المشتركة